مرحبا بكم على قناة خالد بايوسوف كما بغوا شي سالو هجو نشوفوش قالو على موسيماني مدرب الاهلي الجنوب الافريقي اللي جال المغرب باش يدووز ديبلوم كاف برو فجا شاف المعدات شاف الناس كيفاش خدامين ان بيهار داخل قال لهم الصنطر ديال محمد السادس قال لهم المعدات وكيفاش خدامين وهذا قال لهم الاحسن افريقيان وكي نفس اكاديميات كبار عالميا هاد الشي قال لهم مدرب جنوب افريقي جال المغرب وشاف بعيني هما ما تقبلوهاش علش ما يتقبلوهاش عادي احنا خدامين جبنا معيدات انتو ما تعترفوا بأجش هما ما تقبلوهاش قال لكم علش المدرب ديالنا يمشيت ما يقول لك هذا هو احسن صنطر في افريقيا وليك يقول ما تقبلوهاش واردوا بطريقتهم يعني طرق استيفزازية بطريقة الاعلام ديالهم بحل مسؤولين ديالهم بحل رئيس ديالهم بحل كل شي كترت البالغات كما قالوا لهم الجمهور كترت البالغات ما زالين البالغات كيت تقاطروا على الفيفو على الكف اجو سمعوش قالوا اولا اود ان اتوجه بالشكر لرئيس الاتحاد المغربي واعضاء الاتحاد المغربي لتوفير الفرصة لنا لكي نأتي الى هنا وكذلك اتوجه بالشكر للاتحاد الافريقي لكرة القدم لكي يكون جزءا من هذه المجموعة هنا لم نأتي الى هنا منذ ثلاثة عوام بسبب كوفيد هو من جعلنا نتوقف واشياء اخرى كان شيئا عظيما ان نأتي الى هنا دائما واول مرة اتينا الى هنا كان المجمع الخير جاهز وشيء لا يصدق ان تعود الى هذا المجمع وكل شيء جاهز وجميل ولكن الاهم من ذلك هو ان الدورة هي الاولى من نوعها في افريقيا وهي شديدة الاهمية للمديرين الفنيين الافارقة وهي شيء جيد لنا كمديرين فنيين والاهم بالنسبة لي كمدير فني هو انني اقابل المديرين الفنيين الاخرين خارج المباريات مثل ريجرافي صديقي الذي قابلته في النهائي وايضا عموتة صديقي وكنت قد قابلته في دور قبل النهائي وايضا رشيد ولعبته امام فلورنتي برينجي والموجود هنا ايضا انا اقابل كل هؤلاء المديرين الفنيين في اقابلهم في دور اطال افريقيا طوال الوقت ولكن نحن هنا لكي نتقابل في ارضية مختلفة نتبادل للضحكات ونتحدث وهذا شيء جيد لكرة القدم انا اعتقد ان ما فعله الاتحاد المغربي لكرة القدم هنا هو شيء جميل هذا المجمع ليس واحد من الافضل هو الافضل في افريقيا لا اعتقد ان هذا المجمع من الممكن ان يقارع مجمعات اخرى مثيلة له في العالم هو مكان جميل واعتقد ان المغرب قد استثمرت كثيرا في كرة القدم هلين قاطعوا هلين قاطعوا شوية المغرب استثمرت في كرة القدم ومصر استثمرت في الالسينة والكلام والبكاء عواد ما غدا يجهزوا ويخدموا والحاجة اللي مدواش يقولوا بكل روح رياضية لم نستحق اللقب يجب الاشتغال لكي نفوز بالقبل الالقاب القديمة هما ما كيقولوا شكا هما البكا وشكا يعني ان هما اللي يخصوم بدي يديوا الالقاب كاملة انتش واحد ما يديها كم ارى فرق السيدات هنا وايضا لاعب منتخبات 23 تحت 23 سنة الكل يتعلم ويطور اللعبة هذا شيء جميل جدا ولا يمكن ان تجد هذا في اي مكان في افريقيا واعتقدوا ان المغرب متقدمة بشكل كبير جدا جدا في كرة القدم الافريقية وسوف تسود لمدة طويلة سوف تسود لمدة طويلة يعني غادي تسيطر على افريقيا مدة طويلة هاد الشي ما كيتصرش لاصحاب الفل المدم بسنا سمعوش جاي مانواش بحبت فهموا القوانين علشان يعني يعني متحامل قال اعتقد اهو شكله بيحب بانون بردو اعتقد ان المغرب مربع الغاية تبرن الوسائل هلفي تدنيئ 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 انت الوحيدين اللي بتقدروا عليها عاوزين جملة مفيدة شو كاملين ما قدرواش يصبروا و كاملين يبغوا يهجمها خلينا اعتقد ان المغرب ستستسمر كثيرا في كرة القدم الكل هنا يعمل و يطور اللعبة ولا تجد هذا في افريقيا اعتقد ان المغرب على رأس الجميع في افريقيا وسيأخذ القارة لفترة طويلة انا اعتقد ان التصريح ده من المسيماني نحن بيضا نحن بيضا من الكراقي كنتسورك يتصور مع الكراقي ماatics بيش يتصور واذا بغيت تدخلوا لي وش يصحب لديه وش يشريو عابد وش يصحب لهم دابابانون وهي المدرين بالجنوب الافريقي سوف يشراهم سوف يقول لهم الرششة هجي ما تصورش معها ده ما تهضرش معها ده ما تديرش معها ده وش هدو بعقل هم هدو سوف تقول لدورات كوينية يعني ما تصور معها حد وش لاباس ولا وده بقلت لي هدي زعمها كأنه أكيد بحلي زعمها كيفاش هادين شرح عليكم بحلي كي قطر الشمع على المصريين يعني فاش كيقول المغرب عندها عندها يعني بحلي ضدان فينا احنا في المصريين مثلا قلت لك زعمها بحلي ضدان فيهم كيقول المغرب عندها 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 يعني انتو ما مبغيتوش المغرب يعني انتو ما ضد المغرب مش كيقولك شي واحد ضدي كتقول يا هدك زوين يعني أنا ضد هدك شو متون ش باي نوصل لكم حالة الرموز وهد الكلمة اللي كتحس ولا كتتعرفها شكين الداخل اللي واحد تخصك تفهمها مش هير كتحال في موكو بداية تفرج وكتقول يا لهم تقول لهم شوفوا اللي مدمس هو يوسط بوسماني هو شايف دلوقتي المشهد اللي عام في الاتحاد الافريقي لا الاتحاد الافريقي فوزي القجع سيطر عليه سيطرة كبيرة جدا 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 لا حوله ولا قوتين هدراجوش فوزي القجع هدراجوش فوزي القجع الله يهديكم الله يشافيكم من فوزي القجع المغرب لما تاخدها تربع بطولات من النظام على الكاف ده في واحد يشتغل لصالح بلده والوطنه في نفس الوقت اللي واحد تاني يشتغل لصالح نفسه أنا بوريدة بشتغل لصالح حاجة وهاقول لك على حاجة وقال كلام جميل على الاهلي وقال كلام جميل بصراحة برضو دبلوماتيك يعني اللي طلع قال ان الاهلي ده فريق قوي وعمل مش عارفة ايه ولاقب ازاي بصراحة لكن خلينا نعترف اعترف ان هنا بوريدة ما تدرش يزاع الفوز لقشع في اي انتخابات اللي كان بس تسبيلنا عشان تتغلوش بس عشان اوصل للناس المعلوم معلوقة احنا دخلنا فأنا بوريدة بنتكلم على موسيقاني الدول الناتقة اتغلبت بكورة صوز إبراهيم اتغلبت بكورة بيجونين الدول الناتقة بالفرنسية يا سلام فاشكة تلقاش واحد بعقله شوف هاد مولكو ستيمك حالي مخلاوش يادر مبغوش انه يادر تغلبت بكورة هاد فين بدون تسلول بدون ضربة جزاء بدون تدخل الحكام عش بغيتون اعطيكم اللقب يلا واش اللقب اللي بغيتون اعطيكم وخا خسرتوه الله يلا هدا يلا عجبني هذا عدل مصري هذا شكله زمال كاوي اعود تسمع لقليه ها في نفس الوقت اللي واحد تاني بشتغل لصالح نفسه طبعا و هقولك على حاجة وقال كلام جميل على الاهلي وقال كلام جميل بصراحة برضو دبلوماتيك يعني اللي طلع قال ان الاهلي ده فريق قوي وعمل مش عرفائي ولعب ازاي بصراحة الكلام حلو لكن خلينا نعترف ان هنا بوريدا مدرش يزعل فوز لقشة في اي انتخابات للكه بس تسمع لاي ما اتغلوش بس عشان اوصل للناس معلوم احنا دخلنا في هنا بوريدا بنتكلم على موسيبالي اتغلب تقورة يا اصاز براهيم اتغلب تقورة بجنين اتغلب تقورة بجنين ايوة اه لو خسرها هنا بوريدا ممكن يوعى في الانتخابات ليه؟ اه طبعا وزي جبير جدا من المنظومة جوى الحلقة التصوطية في الاتحاد الافريق فخلي بالك ان هو فاتح فوز الاقجع على كل دول النتقة بالرنسية وعنده قاعدة تصوطية منك لأستاذ هان يا بوريدا منش دعوه بيكم منك لأستاذ هان يا بوريدا منش دعوه بيكم على فكرة اعتقد ان تصريح واليد العطار ناقص هو يقصد متهيألي هو يقصد ان في عصر الانترنت ما فيش حاجة اسمها ان انا خب جوان طب ما انا قلت هو ده اللي قاله يا رابط لا انا ما لا ده ما فاش خرج ليهم هاد هاد هذا هاد الضيف هادا كيه ضرب ليم اقول كلهم كيني ينبحوا عليهم كلهم بغوا يسكتو مش لاحتوها ولا لا لا ولا 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 مصر الشغل الشغل دين هم هو المغريب علش يتقدم كراويا علش القجاع خدام علش القجاع في الكاف لماذا القاجع في الفيفا؟ لماذا المنتخب المغربي تأهل الكأس العالم وحنلا؟ لماذا المنتخب النيسوي المغربي قل من 23 سنة تأهل الكأس العالم وحنلا؟ لماذا المغربة الفرق بجوج وحددت إتحاد إفريقيا وحددت أبطال إفريقيا؟ لماذا كلها على المغرب؟ يعني العيون ولت متجهة كاملة على المغرب لأنه خدّام لأنه جابها بدراعه أبركان شرنا كيف أشغلبت بدون حكا شفنا كيفاش الويدات developes بيدوا الحاكم. شفنا كيفاش الراجات تقصعت بالحاكم. انتم ملن令 قصيتوا الراجة. تحكيم دي لكم وحتیان راجات. ورغم فاله لكم مكانا خرجوش نقول لا تحكيم لا مصر لاهدا لاهدا. يعني ضربني وبكاو سبقني وشكا عواده ما احنا قادين نخرجو بدا نقولو اننا متلومين تدلمات بركان تدلمات حسنية جعادير تدلمات ليفار تدلمات الويدات تدلمات الراجات تطلمت هذا احنا ما كان نقولوش صافي تطلمنا كان نرجعو كان نقولوه هادي داخل في اللعبة الخطأ وارد نخدم ونعود نتقاتل ونعود نجيب الكأس ونجيبنا الكأس انتوما قلسو في البكاء عرفتا هذه البكاء ديالكم اخليكم سانوات كنا عسين تا كان وحنا كانت دخلو في الالقاب وكان نخدموه ماشي بالقجع لانتوما الكلام ديال بالقجع وكان لقيتو غير شو الياه ديال التحكيم كان معنا غير غير ولو يكونوا ماشي مقصود كنتو غادي تنقوضو قربالة دابا مالقيتوش فين تشدوه رغم ديك تقولو القجع اعطيونا فين تدخل القجع اعطيونا ضربة جزاء خيالية تعطاة الفرق المغربية هي تعطاة ضد الفرق المغربية وصنع اخيرا ديالفيديو بغاية الاراق ديالكم في الكموطير والسلام عليكم اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد اشتركوا في القناة